بند الثاني أربعة مخطط صندوق دلعارضتين مخطط صندوق دلعارضتين هو طريقة مطرية لتوضيح قيم الوسيط لمجموعة من البيانات الأرباعيات هي ثلاث أعداد تقسم مجموعة البيانات إلى أربعة أجزاء متساوية من عدد البيانات الوسيط هو الأرباعي الأوسط ونأخذ الوسيط للنصفين الأعلى والأسفل من البيانات لكي نوجد أرباعيين الآخرين الأرباعي الأدنى هو الوسيط للنصف الأدنى من المجموعة البيانات الأرباعي الأعلى هو الوسيط للنصف الأعلى من المجموعة البيانات نأخذ مثال على هذا الكلام نأخذ مثال على ذلك لماذا يسمى الصندوق دلعارضتين لأنه يشفى الصندوق مع عارضتين هذا هو الصندوق وهذه عارضة وهذه هي العارضة الأخرى إذن له عارضتين عين البيانات السابقة اللي نفترض أن الطالبة حصلت على الدرجات 97, 80, 80 72, 65 94, 96 في سبع مسابقات عين البيانات السابقة حسب ترتيبها على خط الأعداد وحسب الترتيب بالعارض إذن أولاً سوف نرتب البيانات من الأكبر إلى الأصغر تنازلياً إذن سوف نرتب البيانات تصاعدياً من الأصغر إلى الأكبر إذن أول شيء ترتيب تصاعدي إذن ترتيب التصاعدي للبيانات إذن ترتيب تصاعدي أصغر قيمة عندي 65 إذن هذه أصغر قيمة بعدها 72 بعدها 76 بعدها 80 بعدها 85 80 وبعدها 94 وبعدها آخر قيمة أكبر قيمة 7 نلاحظ سبع قيم 1 1 1 1 1 1 1 7 إذن هذا هو إذن عندي البيانات أول شيء محدد الوسيد إذن الوسيد عندي هذه ثلاث بيانات وهذه ثلاث بيانات إذن الوسيد هو 80 ثلاث بيانات وهذا الثلاثية من صبرة نسميها النصف الأعلى من البيانات إذن لرسم صندوق بالعارضتين يجب إيجاد الوسيط لجموعة البيانات النصف الأدنى من البيانات ثم نوجد الوسيط من نصف الأدنى من البيانات إذن أول شيء نوجد الأرباعي الأدنى اللي هو الوسيط لمجموعة البيانات الصغر أو النصف الأدنى من البيانات إذن الوسيط للوسيط للنصف الأدنى من البيانات هو الأرباعي من البيانات هو الأرباعي اللي هو الأرباعي الأدنى يجتاوي إذن نلاحظ الوسيط لو نشتغ قيمة صغيرة ومصدرة الوسيط هو 72 إذن الأرباعي الأدنى من البيانات وهنا نسميه الأرباعي الأدنى هو 72 إذن الأرباعي الأعلى هو عبارة عن الوسيط للنصف الأعلى من البيانات إذن الأرباعي سنلوقف الأرباع الأعلى الأعلى يساوي announced الوسيط لهذه المجموعة 34 الأرباع الأعلى يساوي 94 وهو الوسيط ل النصف الأعلى أرباع الأعلى wynn يساوي 94 وهو الوسيط للنصف الأعلى من البيانات فإذاً أوجدنا الوسيط من نصف الأدنى بيانات وهو الأرباعي الأدنى وأوجدنا الوسيط من نصف الأعلى من البيانات وهو الأرباعي الأعلى الآن سنرسم المخطط ونضغ بالعربتين فإذاً لاحظ رسمه سنرسم العربتين سنرسم إذاً سنرسم سنرسم هذه العربة الأولى وهذه العربة الثانية طبعاً الأعلى نضعه الأكبر نضعه على اليمين والأصغر نضعه اليسار إذاً الأصغر سيكون دائماً الموجب الموجب الأكبر على اليمين والأصغر يكون عيسار إذن الصغير منوعة أصغر قيمة عندي 65 رح نكتبها على العارضة الصغرة وهنا العارضة اليمين هي العارضة الكبرى رح نحض عليها القيمة الكبيرة اللي هي أكبر قيمة 97 بعدين رح نرسم الصندوق رح نرسم الصندوق طبعا نرسم الصندوق لاحظوا 80 بين 60 وال90 80 70 80 90 من 80 رح نكون تقريبا قريبة لل90 أكثر من 65 فإذا رح نقرب الصندوق على يمين شوية رح نحط بالوصف الصندوق ولكن هو أقرب بـ 67 من الوصيد أقرب أكثر بالـ 65 إذا الصندوق رح نرسمه أقرب للـ 97 نرسم الصندوق نرسم الصندوق اكثر من وسنحدد طبعا الصندوق الطرف الصندوق الأول العليمين هو الأرباعي الأعلى إذا هنا رح نكتب الأرباعي الأعلى عبارة عن الأرباعي الأعلى 94 إذا رح نكتب 94 هنا على الطرف هذا والطرف الايسر هو الارباع الادنى اذا الارباع الادنى 72 سنكتبها على الطرف هذا الطرف اليسار اذا الارباع الاعلى والارباع الادنى بعدين سنضع خط بلوث يمثل الوسيل طبعا الارباع 72 سنقريبا 80 بينهم بالنص اذا سنكتبها تدخل يمثل الوسيل سنكتب عليها 80 اذا نلاحظ الطرف هذا اقصر من الطرف الثانى لان 80 اقرب من الـ 67 من الـ 65 اذا نلاحظ ان مجموعة البيانات القيم الاكثر هي الاقل من الـ 65 الى 72 هي من الادنى اذا ما هذا المثل اولا تسمنا صندوق بالعربي اذا هذا هو اكثر قيمة بعدين هنا سنكتب هذا عبارة عن الارباع الاعلى هذا عبارة عن الوسيل هذا عبارة عن الارباع الادنى وهذا عبارة عن اصغر قيمة في البيانات السؤال الثاني الشكل التالي هو مخطط الصندوق بالعرضتين لتوضيح الارباح الاجمالية لانفضل 50 شركة في عام 1994 انه هو رسمي رسمة جاهدة وهي مخطط الصندوق بالعرضتين طالب مني اوجد المدى والوسيل طبعا الصندوق بالعرضتين العرض اليمين هي عبارة عن اكبر قيمة والعرض اليسار هي عبارة عن اصغر قيمة اذا اول قيمة هنا هي القيمة الكبرى اذا لاجاد المدى سنقول اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة طبعا اكبر قيمة هي اللي على الطرفين اذا 298.5 ناقص اصغر قيمة 26.4 من 10 بعدا يساوي نطرح نطرح 5 من 10 ناقص 4 يساوي 1 من 10 8 ناقص 6 عبارة عن 2 9 ناقص 2 عبارة عن 7 2 ناقص 0 يساوي 8 اذا الناتج 262 و 1 من 10 هو المدى اول شيء او جد المدى الوسيل الوسيل هو عبارة عن النصة اللي تمثله بالخط اللي هو عبارة عن موجود عندي بالسؤال هو عبارة عن 50 طاس 9 من 10 هذا هو الوسيل اذا الوسيل مساوي 50.9 او جديد ماذا توضح طبعا الارباعي هذا الارباعي الاعلى وهذا هو الارباعي الادنى اذا الارباعي الادنى لو طلب مني الارباعي الاعلى رح نقول 91 و 1 من 10 لو السؤال طلب مني الارباعي الادنى هو 38 و 18 ماذا توضح الارباعى الى يسار الوسيل ، توضح training2000 يمكن ان توضح الارباع الى يسار الوسيل يمكن ان توضح نوح النص الأدنى من البيانات وهو في هذه الحالة بالنسبة للسؤال هو أقل 50 أقل الشركات أرباحا وفي هذه الحالة بالنسبة للمثال النصف الأدنى من البيانات هو أقل الشركات أرباحا شكرا شكرا